مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مطر وخارج مطر اهلا بكم في حلقة جديدة من بردامتكم اكلات وتكتشف حسن على القناة الحياة زي ما عودناك ودروا تواصلوا معنا من خلال صفحة القناة الحياة الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على ثمانية وتلاتين خمسة خمسة سفر سفر واحد سبعة من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر بتاع المفتكر امبارة عملنا عشان الشتاء وحركات الشتاء والساعة عملنا شربة عدس بتفاصيلها وحركاتها وعملنا كمان صلاتة بابا غنو وعملنا رز حبة وحب وعملنا كمان كوفة ترز وتقولنا كوفة ترز تضاري واحد لواحد من اللحمة او اتنين من الرز واحد للحمة زي ما انت عايز وعملنا ورقة اللحمة كمان بكل تفاصيلها وحركاتها وتكتها وعملنا طاجن الكوسة بشامل النهاردة كرناها مع بعض عشان موسم الارنبيت تعالوا مع بعض نعمل مهرجان الارنبيت هنطلع منه ست افكار وتقدر انت تزود عليه خد الفكرة ووظفيها هنعمل ايه زي ما انت شايفة اول حاجة هنعمل صلاتة المني بتاعنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم صلاتة ارنبيت وبعد كده هنعمل ايه كمان يا عم حسن هنعمل ارنبيت شربة ارنبيت وهنعمل طاجن ارنبيت وهنعمل ارنبيت مألي وهنعمل ارنبيت بني كمان وهنعمل طاجن ارنبيت هنعملك ست افكار من ارنبيت احتاري واختاري هجيب الارنبيت بتاعي واخسله كويس واعمله زهري زي ما انت شايفة كده اعمله صغير اعمله صغير او كبير صغير او كبير زي ما انت عايز خطواتك كده كلها قدامك هون زهر ارنبيت تعمليه صغير كبير زي ما انت عايز تعالوا نعلق أول حاجة على الشربة عشان نعمل الشربة بتاعتنا بحط زبدة أو أو سمنة زي ما أنا عايز حسب إمكانياتي بحط زبدة عشان نعمل الشربة بتاعتي بجهز بصل بجهز توم عود كرات وعود كرفس وبجهز الزهر بتاع الأرنبيت عشان نعمل أحلى شربة بتفاصيلها وحركات وأنا بعمل الشربة بتاعتي هعلق على سل الأرنبيت عشان أعمل منه مقلي وأعمل منه بني بحط مياه سخنة بتغلي على النار بحط فيها سنة ملح خشن وبجيب مصفى عشان هحطه عشر دقايق أجيب الكبير ده عشان القلي أجيب الزهر الكبير أنا أقل الزهر الكبير كده واسلقه في مياه سخنة بتغلي فيها سنة ملح لمدة لمدة عشر دقايق أغط عليه كده واسيبه لمدة عشر دقايق وأنا بعمل الكلام ده كله هنعمل إيه عم حسن لمدة عشر دقايق هركب بقى الشربة الشربة بتاعتي بجهز لها مياه سخنة بتغلي فيها مكعب مرع عشان أطعامها عشان أعمل الشربة الأرنبيت بتفاصيلها وحركاتها وتكت أول ما الزبدة عندي تسيح كده قطواتك كده كلها قدامك عشان أعمل الشربة بتاعت الأرنبيت جاء قيمة جزيعة عالية جدا جدا وفي الشتاء هتديك طاقة وهتديك دفع زي ما انت شايف أهم حاجة الزبدة تقدح وعندي هنا الأرنبيت بتاع الألية يكون بيستوي المدة عشر دقايق 12 دقايق وعندي مياه بتلد عشان أفصل فيه عشان أقدر أجمده تاب السوس اللي أنا هقلي فيه عبارة عن إيه أربع بيضات تعالي نعمل السوس بتاعنا أربع بيضات وتبّلوا سنة ملح وتبّلوا سنة فلفل واروح جاية رباهم كده البيض مع الملح مع الفلفل كويس قوي وربوهم كده لازم تربيهم كويس قوي البيض والملح والفلفل عشان أعمل الخلطة اللي أنا هقلي فيها الأرنبيت بتاع الألية بتاع يا تفاصيلك كل التفاصيل كده قدامك وهو وارجع هنا للشربة عندي الزبدة أدحت بتاعتي عندي بسلطين أبيض أنا أزلهم يدبلوا في الزبدة بتاعتي عشان أعمله الشربة وأتابع هنا وأنا بعمل الكلام ده كله أتابع الأرنبيت اللي بتسلق اللي أنا هقليه خطواتك كده كلها قدامك أهم حاجة يكون مسك نفسه وفي نفس الوقت مجهزة له مية بتل عشان يتجمد عشان تقدر تضغط عليه كل تفاصيلك كده قدامك وإحنا شغالين كده ندبل البصلاية بتاعت الشربة نرجع تاني للخلطة بتاع الألية البيض اللي أنا تدبلته ملح وفلفل ربيته كده زي ما أنت شايف خطواتك كده كلها قدامك واروح جاية حلاه بكوبايتين من اللبن بعد ما ربيته أحله كده واحدة واحدة وعشان يعمل عندي كسافة بعد ما حلته باللبن كده أروح جاية إيه عم حسن؟ مدي ياله معلقتين دقيق عشان يعمل كسافة عندي ويبقى تقيل وأروح بدي ياله كويس قوي مع اللبن ومع البيض والملح والفلفل خطواتك كده كلها قدامك كنت أكدي إن مفيش تخريزة فيه وعشان أدلعه أروح مدي ياله معلقة من جبن الرومي أو جبن شيدر جواه وبعد كده أروح بهم والتركة المهمة كمان شوية شبت مفرومين نعمين كده يبقى عندي البيض تبلته ملح وفلفل ربيته حلته باللبن اديته دقيقة عشان يبقى له شخصية وبعد كده طعامته بجبنة وبعد كده اديته شبت جاهز كده عندي أسيبه واستريح عشان أما نشوف العجينة بتاعته ما جاء لي واجهز جنبه كباية دي كده عود من الكرات عود من الكرافس ودبل السلاسي بتاع الشربة اللي هو البصل والكرات والكرافس مع التوم مع المادة الدهنية زبدة أو سمنة أدبلهم خلص ومستعجلش عليهم وأنا بدبلهم كده عشان تشوف التفاصيل والحركات ومجهزة شربة خضار اللي هي مية سخنة بتغني مكعب من مكعب شربة الخضار يديها طعم أو تحط لها بصلية وعود كرات وعود كرافس زي ما انت عايز خطواتك كده كلها قدامك دبل عندي السلاسي اروح جايبة الزهر بتاعي بتاع الأرنبيط مفصصة كده عشان ياخد الطعم بتاع البصل والتوم والكرات والكرافس قبل ما نزله الشربة بتاع الخضار والمية السخنة اللي بتغني الدم وكعب مرأ بطعم الخضار وأتبلهم مع بعض خالص عشان أستمتع بقى أحلى شربة بعد ما تستوي عندي بقى خلاط عندي هند بلندر عندي كبة وبعد كده أتبلهم ملح وفلفل وزعتر وروزماري وكريمة وعندي التقديم شوية بقى دونس أرجع أبصي بقى على الأرنبيط اللي أنا حطيته يستوي لمدة عشر دقايق اتنشر دقيقة مش أكتر من كده اللي هو في المية السخنة اللي بتغلي اللي فيها سنة ملح اللي هو هعمله قلي خدوا مالك قدامك بدأ ينور قدامك بالتفاصيل اهو قدامك بدأ ينور وأنا بعمل الشربة يا جمالك يبقى معلق على الأرنبيط هعملك النهاردة مهرجان أرنبيط عشان تاخد الأفكار دي وتوظفيها تعملي منها فكرة فكرتين زي ما انت عايزة أنا ملواجب علي أعملك أكتر من فكرة وبعد كده نبدأ نطبق مع بعض زي ما انت شايف فمية سخنة بتغلي فيها ملح حطيته من عشر دقايق لاثنشر دقيقة وبعد كده حطه في عيني عامي فمية بتالج وأطلعه وأضغط عليه وأبطله بالدقيق وأحطه في الرو اللي أنا عملته بيض وملح وفلفل ولبن ودقيق وبعد كده اديته كمان شوية جبنة وشوية شبت مفرومين واسبته استريح عشان أعمل أحلى أرنبيط يكون مقلة عندي تعال اما طلع ده كده تمام مش محتاج أكتر من كده عشان يكون مسك نفسه ونزله في مية بتالج على طول قدامك مية بتالج عشان تدوله صدمة يتمسك مع بعض وأرجح هنا المية السخنة اللي بتغلي دي هستعملها في كل شيء عشان أسوي الأرنبيط لشربة الأرنبيط بعد ما قطعته زهري كده رفايح كله اروح جاية عامل ايه تفاصيلك كده كلها قدامك اهو وحركاتك اروح جاية مقلباهم مع بعض عشان ياخدوا طعم الزبدة والبصل والتوم والكرات والكرفس وبعد كده نزله شربة الخضار السخنة اللي عليه واسيبه استوي وبعد كده اتبذله واضربه بالخلات بتاعي او بالهند بلندر او بالكبة وبعد كده اتبله واضدله الكريمة اهم حاجة ياخد الطعم بتاع السلاسي البصل والكرات والكرفس والزبدة خد يبالك من التفاصيل قدامك اهو ياخد الطعم ما تستعجليش عليه خالص ارجح هنا ارجح هنا اتأكد ان عندي الارنبيت بتاعي برد زي ما انت شايف كده قدامك اخده واروح حطه كده هوتو مجمع شوية على بعض منهم كده هو بعد ما برد عندي بعد ما استوى من 10 الى 12 دقيقة واضغط عليه كده هو بكفي ايدي يا جمالك بص التركة هي دي التركة بكفي ايدك كده مش جامل وتكون حريص عشان ما يتفرتكش منك بعد كده يا حسن وانا بقلب هنا كده عشان ياخد الطعم بتاع الزبدة والبصل والكرات والكرفس ومعلقة ايه التون بدأ يطلع الرطوبة اللي جواه وبدأ ينزل خالص عشان الرطوبة اللي جواه كلها مية وبعد كده ارجح هنا هو اجيب الارنبيت بتاعي اللي انا بردته واضغط عليه ضغطة بسيطة وابطنه هنا هو زي ما انت شايف في الدقيق شكرا وابطنه في الدقيق وانزله في الروه اخد بالك من التفاصيلها واحدة واحدة كده بطنه في الدقيق كويس وانزله في الروه وابطنه في الدقيق وانزله في الروه واحدة واحدة كده مع بعض وبعد كده عندي شوية سمسم وشوية حبة بركة عشان هدلحهم اخد ايه بقى يعني يا حسن مش ربس لا قبل ما تنزلي الزيت بصميه بسمسم وحبة بركة ونزلي الزيت عشان تستمتعي بأحلى ارنبيت مقلي بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك كل التفاصيل كده قدامك اهو وارجع تاني ابص على الشربة عشان اديها الشربة بتاع الخضار اللي بتقلي جنبي وبعد ما تستوي اضربها بالهند بلندر واتبّلها وبعد كده ادي لها كريم الطع وبعد كده اشوف اعمل ايه تفاصيلك كده كلها قدام عندي الاتنين دولة ما اجيبهم برضو ابطنهم وانزلهم جوه الخلطة ليه تعالى بقى هنا عندي الزيت بتاعي سخ اقلب تقلبتين هنا واسيبهم يشربوا من الرشوية مستعجلش على مقلب الشربة بتاعتي خطواتك كده كلها جاهز كده يشرب زي ما هو عايز من الرقل اللي انا عامله بيد وملح وفلفل وبعد كده لبن وبعد كده دقيق وبعد كده شبت وبعد كده جبنة رومي او جبنة شيدر او من غير جبنة زي ما انت عايز وارجح هنا تاني اشوف الشربة عندي كل دبل مع بعضه المادة الدهنية الزبدة البصل التوم الكرات الكرافس الزهر بتاع الارنبيل تمام كده اروح جاية ميديها له شربة الخضار او مياه سخنة بتغلي يا تفاصيلك وازبطوا واسيبوا استوي خد بالك من التفاصيل اهو ما تببلوش لسه ولا اي حاجة اسيبوا استوي بقى كده على ما اعمل عندي الارنبيل المقلي بتاعي الارنبيل المقلي بتاعي زي ما اتفقنا انا مجهزاله سمسم وحبة بركة اخدوا كده من الرو شرب كده واسيبتوا اشرب واروح جاية وبطناك ببطناك اشيل الكرتي ده واحدة واحدة كده خطواتك كده اروح جاية واخد السمسم ومنزله في السمسم جنبي سمسم وجاب بحبة البركة وسقطه جوا زيت سخنة عميق نرجح تاني خطواتك اهو صفيه ادله جنبي سمسم وجاب بحبة البركة وانزله جوا زيت سخنة عميق عشان نعمل احلى شوية بارنبيل مقلي وندلع العيال في الشتة ده وتستمتعي بيه خطواتك كده كلها قدامك اهو من الجنبي ده ومن الجنبي ده كالطرق الليل انت اللي بتعملي يا تفاصيلك وتكون مجهزة ما انت شاه في مطبخ كده تطلع عليه القرنبيل بتاعك بعد ما يستوي اهم حاجة بقى شوية سوس شوية كاتشاب مع شوية مايونيز مع شوية هوت سوس جنبه كده عشان تشجعه على اكله او شوية فلفل مقلي كل التفاصيل كده قدامك اهو اتأكد ان كل حاجتي ماشية زي الفل ابدأ استعمل الرو تاني فين في القلايا اللي جنبي كل تفاصيلك كده كلها قدامك مكت تريش مرة مرة كده ويطلع معاك زي الفل يبقى جبت الزهر بتاع القرنبيل بتاعتي شطفته قطعته زهره جبير سلقته في مياه سخنة بتغلي فيها ثنة من الملح من عشرة دقيقة الاثناشر دقيقة بعد كده حطيته في مياه بتل كبسته بطنته بايه حسن بطنته بالدقيق نزلته في الرو اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن بيض وملح وفلفل وديته كمان لبن وديته دقيق وديته كمان شوية شبت وشوية جبنة وسبته استريح بطنته بالدقيق ونزلته جوه الرو وبعد كده بصمته زي ما انت شايفه بالسمسم وحبة البركة وبعد كده بدأت قلي بص على التريكات والحركات والتفاصيل قدامك يا حاج دي هاسي يا جماله صغير جمعيهم مع بعض كلهم ويجبسيهم ترمهمش كده هو زي ما انت شايفه جمعيهم مع بعض كده وبعد كده بطنيهم بشوية سيمسم ومن الجنب ده شوية حبة بركة وسقطيهم كده مع بعض يبقى جاهز عندك اول صنف عندك الارنبيت المقلي بتفاصيله وحركاته جبنا زهر الارنبيت الكبير وسلقناه لمدة من عشر دقيقة لاتناشر دقيقة في مياه سخنة بتغلي فيها سنة ملح وطلعته حطيته في مياه بتلج وبعد ما برد بطنته بالدقيق وعملت له الروح عبارة عن ايه حسن عبارة عن بيد وملح وفلفل ولبن وبعد كده دقيق وبعد كده اديته كمان ايه عم حسن اديته شوية من الشبت وشوية جبنة عشان التفاصيل تعال اشوف كده ياخد اللون الدهبي الفاتح ما تقرصيش عليه ودلع يبص التدليعة بتاعتش شوية سحبة البركة وشوية السيمسم دوم عشان تبقي انت العيال متشجعين وشوية تقرونفلفل ارجح هنا على ما يستوي اشوف عندي الشربة الشربة بتقولك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها كل سخن في سخن على طول بيساعدك ان انت تعملي بها اجيب الهند بلندر بتاعي وانعم اناعم 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 الخليط كده زي ما انت شايف يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك زكيمة غزاء عالية جدا 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 زائد الدفء اللي هتدهولك في ايام طوبة اللي احنا فيها دي عشان تستمتقي بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتها نعمي ده خلي الزبدة والبصل والتم والكرات والكرفس مع زهر بتاعنا بتاع الارنبيد بعد ما استوي نعميه كده متستعجليش خالص او حطيه في الخلاط او في الكبة بس الخلاط والكبة يكونوا تستعملوا فيهم حاجات سخنة لان فيه كبة وفيه خلاطات ما بتستحملش الحاجات السخنة اللي بتقلي دي فاخد يبالك من النقطة دي واحدة واحدة كده معاك لتفاصيلك حركاتك يا تكاته نعم خالص تأكد ان هي بقى تتكسافة عشان المنيجي ان نزله الكريمة هيعمل معاك العرق لانه زي ما انت شاف كده قدامك والكريمة بعد الغليان هتقاله معاك وتبقى زي الفل يبقى تحتاري بصيرها على حاجة اللي في القليل تحتاري وتختاري زي ما انت شايف عندك مقلي وعندي كمان شربة ارنبيت بتفاصيلها وحركاتها وتكاته ادي المقلي قدامك اهو عشان تستمتع بالمقلي قدامك اهو واتطلع ايه سخن مع شوات شربة ده بالبخار كده يديك الدفع في ايام الشتاء الجميلة طيب يا عم حسن بعد ما كده دي ربطه هتعمل ايه هتبله ملح وهتبله فلفل وشوية زعتر وشوية روزماري والتركة المهم هو بيغلي كده كباية من الكريمة الطهر اللي عليها المشرو يغلي عندي ويعمل كسافة زي ما انت شايف يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك كل حاجة قدامك اهو دخل كلك حاجتك في بعضك التدبيلة بتاعته مع الكريمة وياخد غلوتين وقدم عندي كقديم شوية بقدونس مش اكتر من كده تاخد غلوتين وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني واحدة واحدة كده ياخد غلوتين عندي وتعال اما نشوف بقى الايه الخطوات بتاعت عندي هنا زي ما انت شايف كده قدامك الزيت عندك يكون مش عالي عشان تاخد سواها مراحة وزي ما انت شايف اللون الدهبي الجميل ده وحبة البركة والسمسم وتفاصيلك وحركاتك وتكات تكون مجهز منشف مبخ عشان تبدأ تفرش حاجتك بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاته جهزة كده جهزة كده ونص تعال كده حطوهم على منشف مبخ وتستمتع بيهم يا عم ياسر يا جمالك اتك على دولم كويس قدامك التفاصيل وشوف الكريسب بتاعه وشوف التركات والحركات والتكات الروع عبارة عن ايه حسن عبارة عن اربع بيضات وشوية ملح وشوية فلفل وحلتهم باللبن وديتهم معلقة دقيق ومعلقة جبنة ومعلقة شبت اهم حاجة تسيبهم يستريحوا شوية قبل ما تنزلوا فيهم الارنبيت اللي مستوي من عشر الاتنشر دقيقة اللي متضطن دقيق وبعد كده تبص بيهم بسمسم وحبة بركة عشان تستمتع بأحلى ارنبيت بتركات وحركات تشوف حسن قدامك التفاصيل اهو بقيتهم هنا اهو في القلية التانية واتفقنا ما تسيبيش حتة اجبسيهم مع بعض هيعملوا حتة مع بعض متماسكة عشان تقدميها لعيالك بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك وارجع ابص على الشربة بتاعتي وابدأ اعمل بقى الايه الطاجن بتاع بص الشربة بقى وكسفت انا عايزك تشوف الكسافة والجمال والحركات والتكات زي ما انت شاف كده قدامك اهو تعال اشوف الكسافة كده بص التركات كل ما تغلي يا تفاصيلك احلى شوية شربة في ايام الشتة الجميلة دي عشان تستمتع بيها واحلى دفع واحلى كيمة غزائية عالية جدا 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 عشان تستمتع بيها محتاجة تنعيمة كمان نعمي زي ما انت شاف كده عمياسي يا تفاصيلك نعمي كمان اهو عشان كل مكوناتك تخش ببعض وتستمتع بيها بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاته يبقى عملنا شربة الارنبيت بتفاصيلها مادة دهنية زبدة او سمنة او زيت زي ما انت عايزها بصل ده يكون ابيض دبليه خالص تاخد ويد مع البصلة بعد كده عود كرات وعود كرفس وبعد كده يا عم حسن هنزل عليه الزهر بتاع الارنبيت وهنزل عليه زهر الارنبيت وبعد ما ياخده يدي مع بعضي بديله شربة خضار او ما سخنة بتغلي بعد ما يستوي بضربه في الكبه او في الخلاط بتاعي او في الاندبلندر بس الكبه او الخلاط يكونوا مكتوب عليهم مستعمل للسكر ودي بالك من النقطة دي وبعد كده اديله بعد ما نعمه بطبله ملح وفلفل وزعتر ورزماري وديله كريمة وعندي التقديم بديله شوية بقدونس عليه من فوق عسان اعمل دكور مش اكتر من كده زي ما انت شايف وزي ما انت شايف كده عملنا الارنبيت المقلي ازاي جبنا مياه سخنة بتغلي فيها سنة ملح غليت نزلت فيها زهر الارنبيت من عشرة دقيقة الاثناشر دقيقة بعد كده حطيته في مياه بتلب وبعد كده بطنته بالدقيق وعملت له الرو الرو عبارة عن بيد ملح وفلفل حلته باللبن اديته دقيق اديته جبنة اديته شبت خفقتهم معها بكسبتهم يستريحوا بعد كده بطنت الارنبيت في الدقيق ونزلته في الرو وبصنته بحبة البركة والسيمسون ونزلته في القلاية زي ما انت شايفك تركات والحركات لها ناسها انتظروني